قرار الاتحادية الكروية الجزائرية سحب ملف ترشح الجزائر اللي كان 2025 وكان 2027 نتكلم في هذا الموضوع باش نعطي الرأي انتاي اعتبر هذه الخطوة تصرف جبان تصرف جبان ومشي هادولي في الاتحادية هما ليديسيدو لا الأمر مسيس الأمر مسيس لكن أن تقدم على السحب وتقدم بعض الحجج الواهية تبين بأنك جبان وحاجة تانية فاشل والفاشل هذا طبعا ما هوش جديد على عصابة العسكر ولا على شيطان شمال فريقيا كل شي مكسر في بلادي كل شي مكسر في بلادي وخاص الشعب انتاعنا يفهم بأن هاد اللصوص وهاد العصابات اللي يحكموا في الجزائر ما يقدروا يديروا والو وهاد الاتحادية جابوا مكتب جديد ما غاد يديروا هادو لأن الخلل ما هوش في هاد الاتحادية ولا هاد المسؤولين اللي غاد يجو هادو مأمورين ومطفين عند عصابة تعالعسكر التي تتدخل في جميع في جميع الأمور لهاد الفضيحة أنا نسميها فضيحة أنك تسحف في آخر مطاف تبين أنك جبان ونار جيسي لاني شغل انتا انتوما ما تتقبلوش لهزيمة وتتهموا بأن هناك كوسلة ناس تخدم الناس في البلدان الأخرى وعلى رأسهم المغرب واللي شاد الفيدرالية جامعة كرة قادمة المغربية ناس خد السفوزي لقصة ناس تخدم الناس وطنية تحب بلادها موش كيمنتوما موش كيمنتوما موش كيمنى هاد العصابة اللي تعلم في البلاد هاد العصابة اللي راح سسمت الملعب لا نيلسون منديلا وجابت حافيد منديلا ودد درام ودخلهم الى في الصحراء المغربية ومشوا وجابوا فريق جمهورية اللواق واق وداروا لي داروا وفي الاخر في الاخر كي يحسوا رواحهم باللي أولا ما عندهمش علاقات وطيدة مع الفيدرال الاتحادية الكروية الافريقية ما عندهم اشتأتير في القارة الافريقية ما عندهم اشتأتير سياسي ما عندهم اشتأتير اقتصادي وأثبت مرة أخرى أنه ما عندهم اشتأتير رياضي لماذا؟ لأن هذا الكمشانت على عصابة اللي تحكم في الجزائر سيست كل شي دخلوا في حرب عدائية في المجال الكراوي مع الرياضي مع المغرب في المجال الاقتصادي كل شي سيسوه الجسد مريض بلادي دولة الجزائرية مريضة في الحكم هذا الشيطان الذي لا يحسن التدبيع ويخرج ذاك البوق نتاع العسكر ذاك البوق نتاع العسكر اللي في قطر دار تدوينتين أو التغريدتين شوفوا شغل الهازيمة والتصرف الجبان يحولوه الانتصار مهدوس دي مال هاد انظروه واش دار واش انشر هذا البوق نتاع انتاع العسكر اللي خدام في قناة 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 بن سبور القطرية يعني كل صراحة كل شي فيهم إلا الوطنية إلا الوطنية كلا وطنية لولو هدو خبتاء ويحوسوا على المصالح انتاعهم وما يعترفوش بالهازيمة انتاحهم وما يعترفوش بالفشل انتاحهم ويأكدوا مرة أخرى على أنهم فاشلين على جميع المقاييس حتى هذا التغريدة البارح حتى هذا التغريدة كما راكم تشوفو كما كان منتدرا الاتحاد الجزائري لكورة القدم قال يخاطب بالكاف رسميا ويعلن سحب ملف ترشحي لأنه لم يعد من أولوياته يلعبوا بالشعب كما يحبوا هذا العصابة وهذا الأبواق التي تدافع عن هذا المجرمين وهذا الأزلام من تاع هذا العصابة يعني ما ولاتش الأولوية يعني تنظيم كاسفريقيا بالنسبة لهم سايخلاس ما ولاتش أولوية بشي يلعبوا على عقول للناس قال تنظيف البيت الكروي وإعادة باعت الكرة الجزائرية والسعي إلى الفوز بالأبقاب القرية مشي قال إصلاح الرياضة وشغل تطوير البنية التحتية الكروية هذا يطبل كما يقولون له هذا البوق الذي لا أتشرفه بذكر اسمه لأنه كل صراحة كل شي فيه إلا الوطنية وشقال اليوم عود في تغريدة أخرى وشقال قال قرار الاتحاد الجزائري لا يشكلون هزاما بل انتصارا للموقف الجزائري الذي لا يرضى بالابتزاز يعني شغل دائما ردين رواحهم محقورين يعني دائما نظرية المؤامرة والتكالب وراهم ضايرين عليهم وراهم يتآمروا عليهم مكان لا تآمر لا والو كين بنادم الخبام وكين بنادم الفاشل كين بنادم الوطني ويبغي بلاده وكين بنادم الخاين كين بنادم الخاين ويخدم ضد بلاده وكل هادو اللي راهم حاكمين لبلاد وكل الأبوات اللي اللي دفع ليهم على رأسهم هذا هذا الذي لا أتشرف بذكر اسمه هم خاونا هم خاونا ما عندهمش فيهم درة وطنية قال ولا يمكن اعتبار تراجعنا الاتزامات الجزائر مع القارس صمراء بل يرفع الحرج الاتحاد الافريقي الذي وقع في مقزب كبير بفضل الاختطاف يعني هنا اتهام خطير اتهام خطير الاتحادية كروية مؤسسة اتهام خطير واتهام للأفارقة مش تعرفوا بلي هاد هاد المنظومة الفاسدة وهاد العصابة والأزلام وكلو من يدوروا في فلكها هؤلاء ما عندهمش روح الانتماء للقارة الافريقية هادو عندهم من بروblem جينيتيك عندهم فليجان عندهم على خطير فيهم بزاف مخلقين ما عندهمش ما يحسوش بأنهم ينتموا لا الشمال الافريقية ولا القارة الافريقية وبالتالي دايما روحهم مظلومين مغبونين محقورين غبنينهم حقرينهم شغل يعني الضعف في أبهى تجليته الضعف في أبهى تجليته وهذا يأكد على الفشل الدارية منتع هذه العصابة اللي حاكمة بلادي واللي فشلت على جميع المقايز لا نضمت الجزائل منظمة البريكس لا يعني تنظمت كاس فريقيا هزائم في جميع المجالات يعني لو لا لطف الله وارتفاع أسعار النفط نظرا للحرب الأوكرانية الحرب الروسية في أوكرانيا ما نشعف كيراهم ديرين برمو باش تعرفوا بلي هاد المنظومة الفاسدة هاد المنظومة اللي تحكم الجزائر ما يقدرونش يكونوا ناجحين لأن أولا ما يتعاملوش بحسنية مع الشعب الجزائري تانيا متهمهمش الوصلحة الوطنية وثالثا هم أغير خماسة عن سيادهم هم أغير خماسة عن سيادهم هؤلاء الذين يحكمون البلاد تصرف أنك تنسحب تقول منين ما أعطيتونيش ما نبقيش ترشع اليوم الأفارقة هم عارفين بلي هاد المنظومة اللي تحكم البلاد هي منظومة هي منظومة غريبة الأطوار وأن هذه العصابة العصابة تكرس التفريقة بين الشعوب الإفريقية وتعزل الجزائر على المحيط أنتحها المحيط أنتحها القاري منين ما قديش على أشقالكم أيها الجنوباناء لاش دخلي في عدوات مع المغرب بالخصوص منين ما قديش على أشقالكم منين فيكم هين لسان لسان طويل وتشارك الفم وحتى أنهم وصل بهم الأمر الزلزال المؤخرا قال الله سايز ضربة الزلزال المغرب سيسحب وما يترشح التنظيم الكاسفريقية أيها الجبناء أيها الجبناء واش تغير باش تسحب الملف التنظيم يكين ملاعب قلتوا بنين ملاعب وكذا وكذا واش تغير ما تقدروش تواجه لأنكم ضعاف النفوس لأنكم لأنكم منظومة ضعيفة وفاشلة لنما قديش على شغالكم علش علش تتعافروا علش تتعافروا علش تتلعبوا هوارين لنما قديش علش قالكم الإنسان اللي يحب يحافظ على المصلحة أنت أبلاده قصو يكون ديبلوماسي ويكون عنده واحد من فتاح وما يكون شراني أنتم شرانيين كل يبغيكم أنا سبقتوا أنني وسط هذه المنظومة بالضربان أكرمكم الله الرأي حتى أهم الزفرة هؤلاء مثل الحيوان الضربان حتى أحد ما يقرب منهم حتى أحد ما يقرب منهم ودايما يشتكوا دايما يشتكوا حقرونا غبنونا تأمروا علينا أنتم ما متأمرين على البلاد حتى أحد ما نتأمر عليكم الدول الأخرى تخدم مصلحتها الدول الأخرى تدافع على مصالحها وعندهم الحق عندهم الحق يدافعوا على مصالحهم ويدافعوا على على وطنهم أنتم متعرفوش تدفعوا لأن عندكم الوطن هو الإعلام عندكم الوطن هي هذا مكان الوطن مشي كما هكا يدفعوا لي مشي مثل هذه الأبواق التي تتملق لأسيادها العسكر على رأسهم ذاك البوغلي في قطر الكذاب وبالتالي هذه مرة الأخرى تعطي صورة على تسير الدولة وتعطي صورة على أن الدولة مختطفة من طرف عصابة من طرف عصابة أرادت أن تنقل السيراء أنتها السياسي مع المغرب إلى ما يدين أخرى وهي للنتيجة هذه للنتيجة اليوم هذه هي النتيجة ولكن يعني الواحد حتى يقول شوية لأخر ولكن يتصرفوا بجبن يعني شغل تسحب الميلة فنتعك أنت جبان أنت جبان أنت تسحب الميلة في التنظيم أنت جبان ما تقدرش تواجع ما تقدر وضعيف وكذب وتكذب على الشعب الجزائري بالدرجة الأولى أنت تكذب على الشعب الجزائري بالدرجة الأولى وعداوتك مع المغرب أيها للي كونسيقونسي هاو مالي ريجلتا أيها لنتائج قلت بللي خصني نتوسع المستوى الأفريقي في المجال الاقتصادي رأيتوا جبتوا دي كاميون عشرين والتناثين كاميون قلتوا لكم خلاص خلاص متخلتوا في الأسواق الأفريقية ها نحلوا بنكة مشو محلوا بنكة في نواقشة وفي داكتار ومننا ساير عندها منظومة أنتوما ما عرفتوش حتى ما درتوش تأصلاح بنكي ما دارينش تأصلاح كراوي بطولة فاشلة بطولة الرشتاوي أنا ما عنديش دراية كبيرة بالميدان الرياضي لكن ما يحدث ما يحدث هو نتاج المنظومة الفاسلة اللي تحكم في البلاد في جميع المجالات وفي جميع الميادين واليوم يحول الهزيمة البوق نتاحهم البوق اللي من أجل مصلحته الخاصة خاصة يقدير أي حاجة اللي ترضي بها سيادة العسكر ما يرديش تزاير ما يرديش تزاير ما يرديش تزاير ما يردي البلاد البلاد ما يردوهاش بهذه الطريقة البلاد ما يردوهاش بهذه الطريقة ما تغلطش الشعب الجزائري أن الشعب الجزائري فايق بيكم فايق بيكم غير الله غالب عليهم الصحمات عندكو تغلطوا سيأتي اليوم سيأتي اليوم وينتفض الشعب ويسترجع إرادته السلطة دولتنا مختطفة من عند هذا اللي رأم حاكمينها وأثبتوا على أنهم يعني يردوا البلاد والله الكلام اللي قاله لفروف تاريخي حق هذا المنظومة الحاكم الكلام اللي قاله لفروف تاريخي وصلت بكم الأمر أنكم زعماء 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 تواجهوا المغرب رياضيا فشلتوا 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 بسبابكم ربي ما وفقش المنتخب الوطني باش يبشي الكاس العالم ربي ما بسبابكم يدعو تشر الفريق الوطني وين تربح ودك أسريقيا كي كان الشارع يغلي بالشعب كي كان الشعب في الشارع ويطالب يطالب تغيير وإسقاط هاد المنظومة الفاسدة وبناء دولة مدنية ديمقراطية ربحت لالجيري ودت لكوب ديفون لكوب دافريك عفوا وخرجوا المغاربة فرحانين تعقلوا ولكن ثم بعد ذلك قلبتوها حربا حربا على الجميع لا سواء عن الشعب الجزائري ولا على الجيران على رأسهم المغرب واليوم راكم تحصدوا سياستكم الخاط أو سياستكم الفاشلة سياستكم الفاشلة مشيتوا وكملتوا زعماء ليستاد زعماء راكم درتوا حاجة كبيرة ورحتوا سيستوا كرة القدم مش هي هكا تنال تنظيم كاسفريقية أيها البليد أيها الغبي بدلتوا زعماء بدلتوا للمكتب نتعى الفيدرالية زعم ما قال لكم وابش قال يعني نخفوا من وطأة الهزيمة النكراء بقوني نساحبوا أيها الجباناء الانتخابات نتعى الكافة الأخيرة بان الحجم نتعكم بان الحجم نتعكم بلادنا مختطفة أيها يابني وطني خسكم تفريقوا وخسكم تعرفوا بأن البلاد مختطفة من طرف مجرمين من طرف مجرمين الهم من تاعهم الهم من تاعهم ما هيش الجزائر كيما راكم تشوفوا هذا البوق ما تهماش الجزائر الوطنية مشي بالتعابير ولا التعصب طبعا الوطنية تكون تخطط تكون سياسة وما نروح ندير عدوات مجانية مع الجيران أولا اديتوا الصفعة كيما اديتوا الصفعة نتعى البريكس وزيد الآن عارف هاد هاد المنظومة الفاسدة هاللي مشى اختفي هاد القاعة اللي راه ورائي المعين من طرف العسكر أي مستوى لا رايس عنده مستوى لا صحافة لا 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 تسيير والو والو كل شي بلاد ضربت هادع وتشر بسباب هذا المنظومة والله لن تقوم قائمة لجزائر في ذل هذا المنظومة في ذل هذا النظام خائن العميل الذي بدد خيرات البلاد وتعامل بخبط مع الشعب ومعه الجيران والله لن تقوم لكم قائمة عمركم ما تربحوا عمركم ما تربحوا عمر الجزائر ما تشوف الخير في ظل العسكر العسكر الفاسد العسكر المجرم وكل من يدور في فولك هذه هي كلمتي حول حول الهزيمة الهزيمة وحولوا التصرف في الجبان انتع انتع هذه المنظومة الفاسدة هذول الاتحادية والله ما عندهم قرار والله ما يتخذوا قرار القرار يجيهم من عن شنقريحة ومن عن جماعتها كل شيء شنقريحة يدخل في جميع المجالات هما هو وجماعة انتعها إذن التدخل الآن حاليا انتع كندا قبل ما نروح نعود ونقول للمباشر للمباشر كان خبر هام ويتعلق الأمر ب ب زيارة لأول مرة لأول مرة وزير السياحة الإسرائيلي وزير السياحة الإسرائيلي رأي تشوفوا يزور المملكة العربية السعودية في إطار نشاط رسمي يعني هذه خطوة تاريخية اليوم كما رأكم رأي تشوفوا رأي انشرتها في الإسابات هذا وزير السياحة الإسرائيلي اللي اسمه حايم كاتس يزور اليوم السعودية في أول زيارة علنية إلى المملكة بالتزامن مع محادثات ومفاوضات حاليا لتطبيع بين العلاقات وزير السياحة الإسرائيلي قال في بيان أن كاتس هو أول وزير إسرائيلية ترأس وفداً رسمياً إلى السعودية مشهر إلا أنه سيشارك في حادث لمنظمة السياحة العالمية تابعة الأمم المتحدة في الرياض سيشارك ومفاوضات اللي قال على الجزائر بالي بلد فقير رغم الغينة على الفيترون سكات صمت مطبق عند الأبواق الأبواق النتينة الأبواق الغير وطنية روحوا تكل المونر وكل السعودين ولكن ما لا ما تقدروش حربكم غيب على المغرب حربكم غيب على المغرب هذا الخطوة ما معناها معناها أن التطبيع وتوقيم وهذا ما بين سعودية وإسرائيل راه على مقربة أسابي فقط ما بقى وله وسيتم الإعلان عن علاقات علاقات ما بين سعودية وإسرائيل واليوم راه زار اليوم تسلم السفير السعودي بالقدس سفير نعم الغير مقيم بالأراضي الفلسطينية وقدم أوراقة مدو للسلطة الفلسطينية وقال شيء أهم قال التطبيع يعني العلاقات الطبيعية ونحن بالسعودية نتطلع لعلاقات طبيعية كافة شعوب العالم راه قريب منه الدوسين تعالى التطبيع اللي تلعبوا به انتم وجمعت المتأسلمين والكذابين الذين يلعبون على عواطف الشعوب راه قريب يتطوى راه قريب يتطوى وأن الواقعية والدفاع على مصلحة البلد هو هو اللي يجيب الدرجة الأولى وإلاج القضية الفلسطينية يكون أساسه من تفاوض والحوار ما لم يحقق بالحرب يمكن تحقيقه بالسلام يبديروا الحج والعمرة في تين دور عندك الحق عندك الحق